السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي الطلاب وطالبات الصف الثالث تعليم مستمر اليوم أعزائي الطلاب وطالبات لدينا لقاء جديد ومتجدد في مادة التربية الفنية وفي بداية هذا اللقاء سنتعرف على هذا المقرر وعلى محتوياته وماذا سنتناول فيه وفي نهاية هذه التهيئة لهذا المقرر سنتناول تعليمات السلامة عند العمل على المشروعات والأعمال الفنية فبداية أعزائي الطلاب وطالبات جاء في المقدمة أن هذا الكتاب تم تصميمه لأثراء معلومات وخبرات ومهارات الطالب والطالبة في الصف الثالث في مجالات التربية الفنية المختلفة وفيه من المعلومات والأنشطة ما يجعله مرجعاً أكاديمياً مهماً نجد في محتوى الجزء المختص للفصل الدراسي مجالين المجال الأول مجال الرسم والمجال الثاني هو مجال الزخرفة طبعاً هذه المجالين أعزائي الطلاب والطالبات تتناول العديد من الموضوعات في داخلها وأيضاً العديد من الأنشطة والخبرات الأخرى لكن لو عدنا إلى قراءة هذا النص مرة أخرى سنجد أنه يتحدث عن هذا الكتاب يعني أنه يعتبر مرجع أكاديمي كيف سيكون فيه طبعاً بعض التعليمات وبعض التوجيهات تخص طريقة مثلاً الرسم تخص مثلاً طريقة استخدام نوع معين من الألوان تخص أيضاً طريقة التعامل عند عمل بعض التصميمات أو عند عمل بعض الموضوعات المختلفة مثل الرسم بالمنظور أو المرسم بالبعد الثالث أو غيرها أيضاً سنلاحظ في هذا الكتاب أنه مرتبط بالسنتين السابقتين من ناحية مادة التربية الفنية سنتعلم أيضاً وسنؤكد مرة أخرى على أن التربية الفنية ليست مجرد كراسة وألوان وقلم رصاص وتخطيطات يلا نرسم شجرة يلا نرسم لكن هي أكثر من ذلك بكثير ونتأكد مرة أخرى ونؤكد عليكم مرة أخرى أنه الفن داخل في كل شيء في حياتنا حتى في القرآن الذي نقرأه سنجد أنه غلاف هذا المصحف عليه العديد من الزخارف الإسلامية المختلفة مثل الهندسية والنباتية والكتابية أيضاً سنجد أنه الفن داخل في بيوتنا سواء في قطعة الأثاث التي نقتنيها أو حتى في توزيع الأثاث داخل نفس البيت هذا فن سنجده على المفارش وعلى الستاير سنجده في الأرضيات سواء كانت أرضيات من السراميك أو من بورسلان سنجده أيضاً على أرضيات سواء كانت من السجاد أو من الموكيت عملية اختيار قطع الأثاث أو توزيع الألوان داخل البيت هذه في حد ذاتها فن هنا سنتعرف على بعض المبادئ وبعض الأسس الخاصة بالأعمال الفنية المختلفة تعرفنا على هذه المبادئ وهذه الأسس سيساعدنا على تنمية الذائقة الفنية لدى الطالب والطالبة لدى الإنسان في المجتمع بصفة عامة بذلك يستطيع الإنسان أن يختار تصاميم الخاصة التي تناسب ذائقته في بيته في مجلسه في صالته التي يجلس فيها في غرفة الطعام أو حتى في تصميم المطابق أو غيرها كذلك سنجد أن الفن يدخل في كل شيء في حياتنا حتى في اختيار ألوان الملابس وتصاميمها وموديلاتها سنجد أنه يدخل في تصاميم المباني في الخارج سواء كانت بيوت للسكن أو كانت مباني تجارية أو غيرها فنادق ومستشفيات أو مدارس سنجد أن الفن يدخل في كل شيء في حياتنا فهنا أعزائي الطلاب والطالبات من خلال هذه المقدمة نؤكد عليكم أن هذا الكتاب يعتبر من كتب الإثرائية التي ستزيد من معلوماتكم وخبراتكم في مجال التربية الفنية بداية المجال الأول في هذا الكتاب سيكونه مجال الرسم والذي سيحتوي على ثلاثة موضوعات في الموضوع الأول هو الخامات المختلفة والمنظور والنسب والتناسب هذا عنوان كبير جدا يحتوي على ثلاثة عناصر رئيسية الخامات المختلفة الخامات قد تكون ألوان قد تكون حجارة قد تكون كرتون قد تكون قماش قد تكون معدن أي أن كانت هذه كلها خامات تستخدم في الفن وفي مجالات الفنون حتى لو كنت مثلا أكل فستق مثلا على سبيل المثال قشر هذا الفستق يعتبر خامة الآن طبيعية استطيع التوظيف فيما بعد في عمل فني فهذا الجزء الأول من العنوان لهو الخامات المختلفة المنظور هو الرسم بالأبعاد الثلاثية أو المنظور هو الرسم الذي يظهر فيه العمق في اللوحة يعني المنظور سنتعرف في هذا الدرس على طريقة الرسم عزيزي الطلاب والطالبات بإظهار العمق في اللوحة كيف أرسم الطريق وأرسم التلاشي أو كيف هذا الطريق في البعيد في مكان الذي يظهر فيه السراب يبدأ يضيق هذا الطريق ويبدأ تختفي فيه العناصر مثل الأشجار أو مثل أعمدة الإنارة أو حتى المباني أتعلم طريقة الرسم أو أسلوب المنظور بعناصره المختلفة بعد ذلك عندنا اللي هو يعتبر فيه العنوان النسب والتناسب فالنسبة طبعا هي تعتبر في هذا الدرس العلاقة بين شيئين في اللوحة التناسب العلاقة بين شيئين فأكثر داخل نفس اللوحة يكون دائما هناك العناصر داخل اللوحة بينهم علاقات على سبيل المثال إذا رسمت عمارة مثلا عشر أدوار وهذه العمارة طبعا فيها نوافذ العلاقة بين هذه النوافذ قد تختلف بقرب وابتعاد هذه النوافذ عن عين المشاهد فإذا كانت النوافذ بعيدة ستكون صغيرة وإذا كانت قريبة ستكون كبيرة وإذا كانت في نفس المستوى في نفس القرب ستكون بنفس الحجم فهذه هي موضوعات النسب والتناسب بالنسبة للموضوع الأول في هذه الوحدة الموضوع الثاني سيكون عن المآذن والقبب في العمارة الإسلامية سنتعرف تاريخيا كيف استفاد المسلم أو كيف بنى المسلم هذه المآذن ومن أين عرفها ولماذا بناها وكيف كان يستفيد منها بعد ذلك سنعرف أنه في أحد العصور تم إضافة بعض الزخارف وبعض الأساليب الفنية سواء على القبب من الداخل أو الخارج سواء على المآذن أو حتى على جدران المساجد أو نوافذها أو أبوابها وهذا يدل على اهتمام المسلمين روحانيا بهذه المقدسات وهذه طبعا المساجد وغيرها وهنا يظهر الفنان دائما تعابيره الوجدانية من خلال إضافة هذه الزخارف ومن خلال إظهار اهتمامه بهذه الأماكن التي هي المساجد وبتفاصيلها من نوافذ وأبواب ومآذن وقبب لكن سيكون هذا الموضوع أكثر تركيزا على رسم المآذن والقبب يمكننا أيضا الاستفادة من أسلوب المنظور في رسم القبب والمآذن ورسم أيضا النوافذ والمساجد وبذلك يكون وظفنا موضوعين في الرسم واستفدنا منها أيضا يمكننا الاستفادة من الدروس السابقة التي تناولناها في السنوات الماضية مثل عناصر التعبير الفني أو أسس التكوين الفني كلها يمكننا توظيفها طبعا في عملية الرسم هذا الموضوع اللي هو المآذن والقبب في العمارة الإسلامية الموضوع الثالث عزيزي طلاب وطالبات سيتحدث عن الحرف الشعبية سنعرف معنى الحرفة الشعبية سنتعرف أيضا على مفهوم الحرفي الشخص الذي يعمل في حرفة معينة وسنتعرف على مفهوم الفنان وكيف نفربق بين الحرفي وبين الفنان سنتعرف أيضا على الحرف الشعبية التي كان آباؤنا وأجدادنا يعملون فيها أيضا سنتعرف على القيم الفنية والجمالية التي كان يضيفها الآباء والأجداد في هذه الحرف من أجل إضافة الجمال عليها وهذا يعني أن الفن والرسم ليس فقط جديد في هذا الجيل وفي هذا العصر وإنما هو يمتد منذ القدم منذ سابق العصور لدينا ارتباط أو معرفة بأن الإنسان يبحث عن الجمال ويبحث عن الفن ويضيف هذا الجمال وهذا الفن على العناصر المحيطة به في بيئته وفي المكان الذي يعيش فيه ويضيفها على جدران الأماكن التي يسكن فيها أو في الأدوات والمقتنيات التي يستخدمها في حياته اليومية بعد ذلك عندنا لو كملنا قراءة النص قد روعي في هذه الموضوعات معالجتها لمفاهيم سبق لكم التعرض عليها أو إليها في دروس التربية الفنية سابقا وذيلت هذه الموضوعات عزيزي الطلاب والطالبات بأنشطة فكرية وتطبيقية تساعد على تأكيد المعارف والخبرات والمهارات المكتسبة دائما هذه الموضوعات ليست فقط من أجل أن يكون عندنا موضوع رسم وإنما من أجل تطوير مستوى الطالب إلى المستوى التالي أو إلى المرحلة التالية أيضا نقل الطالب إلى استخدام خامات ومواد وأدوات أخرى مختلفة أكثر تطورا يعني بداية ممكن نكون بدأنا بألوان مثلا أو أقلام فلو ماستر بدأنا بألوان مثلا باستيل ناعم ننتقل إلى أنواع أخرى من الألوان مثل ألوان القواش أو الألوان الزيتية ويمكن أيضا تغيير حتى الخامات والأدوات واستخدام خامات وأدوات يعني ذات مستوى أعلى وتعتبر مسمى من المستوى التالي فلذلك هنا تزيد خبرة الطالب تزيد خبرة الطالبة في هذا المجال اللي هو مجال الرسم وغير طبعا من المجالات الأخرى التي سنتناولها في هذا الكتاب كما قد تناولنا في السنتين الماضيتين الكثير من المجالات المختلفة نذهب برة أخرى عزيزي الطلاب والطالبات إلى الشاشة سنتقل إلى المجال الثاني اللي هو مجال الزخرفة طبعا سيتكون من موضوعين هما تجريد وحدة زخرفية نباتية والموضوع الثاني سيكون عن التوريق في الزخارف الإسلامية طبعا لو نتذكر الدروس السابقة سنتعرف عزيزي الطلاب والطالبات أن الزخارف الإسلامية تتكون من ثلاثة أنواع أو من ثلاثة فروع الزخارف النباتية والزخارف الكتابية والزخارف الهندسية الزخارف النباتية عزيزي الطلاب والطالبات مكونة من أو مأخوذة من أوراق النباتات وأوصال النباتات وسيقانها وثمارها والورود والأزهار اللي موجودة فيها كذلك الزخارف الهندسية مأخوذة من الأشكال الهندسية المختلفة كالمثلث والمربع والدائرة والأشكال النجمية الشععية المختلفة أيضا عندنا اللي هي الزخارف اللي يسميها الكتابية وأبسط وأفضل مثال عليها اللي هو مثلا الحزام الذهبي الذي يوجد على ستارة أو على كسوة الكعبة المشرفة هذا يعني يحتوي على الكثير من الزخارف الكتابية التي طرزت بخيوط الذهب والفضة هذه تعتبر من الزخارف الإسلامية الكتابية طيب إحنا موضوعنا هذا أعزائي الطلاب والطالبات سيكون عن تجريد وحدة زخرفية نباتية ماذا نقصد بتجريد وحدة زخرفية نباتية اللي هي إزالة التفاصيل من ورقة النباتية يعني نحن مثلا نعرف أن الوردة أو الورقة فيها الكثير من التفاصيل فيها الكثير من التعرقات فيها أيضا حتى تدرج لوني من الفاتحة الغامق وماكن سقوط الظل والضو والنور وغيرها هنا نجردها من كل هذه التفاصيل ونحورها إلى أشكال مبسطة ثم بعد ذلك نوظفها كوحدات زخرفية في الموضوع الثاني سيكون عندنا اللي هو التوريق في الزخارف الإسلامية أيضا هو استفادة يعني أو ماذا قام به الفنان المسلم من عمليات في إضاءة استفادة من أوراق النباتات في الزخارف الإسلامية ومثل ما يعني سبق أنه تعلمتم في المجالات السابقة سيكون هناك أنشطة فكرية وتطبيقية تساعدكم على الاهتمام بالتراث الإسلامي والفن الخالد ننتقل الآن عزيزي الطلاب والطالبات إلى تعليمات السلامة عند مشاهدة هذا المثلث اللي هو مثلث المخاطر المحتملة لابد علينا من الانتباه والحذر كذلك عندنا عزيزي الطلاب والطالبات لابد من اتباع التوجيهات الموجودة في الكتاب ومن المعلم أو من المعلمة عند استخدام الأدوات الحادة كالمطارق أو المشارط والمناشير لابد من الحذر عند استخدامها وأيضا استشارة ذوي الخبرة إذا لم يكن لدينا الخبرة كافية في استخدامها بعد ذلك لا نستخدم المطرقة والمنشار إلا بإشراف المختصين أو إذا كان لدينا خبرة كافية لابد عليكم عزيزي الطلاب والطالبات من ارتداء القفزات الواقع عند التعامل مع السوائل والألوان والخامات المختلفة والأدوات الحادة وعملية غسل يدين جيدا بعد كل نشاط كذلك ارتداء المعطف الواقع مهم جدا من أجل حماية الملابس من الألوان وسوائل التنظيف وأيضا لابد من ارتداء النظارات الواقية للعينين والكمام عند استخدام الأدوات والخامات المتطايرة والنفاذة مثل استخدام البخاخات البوية واستخدام بعض المواد الأخرى مثل زيت الترابنتين أو غيرها في مجالات الرسم المختلفة كذلك لابد من عدم التردد من استشارة المعلم أو المعلمة أو استشارة ذوي الخبرة عند استخدام أدوات ومعدات أو أجهزة لم يتم لكم الخبرة السابقة في استخدامها مثل استخدام مصدس الصمغ الساخن أو استخدام مثلا أدوات التسخين مثل بعض أنواع الكاويات التي تعمل بالكهرباء أو بعض أنواع الكاويات التي تعمل على الغاز أو غيرها من الكاويات الأخرى هنا لابد من وجود أشخاص مختصين إذا لم يكن لديكم الخبرة أو استشارة المعلم أو المعلمة بعد ذلك عندنا في تعليمات السلامة عزيزي طلاب الطالبات لابد من الحرص على أن يكون المكان جيد التهوية مثل فتح النوافذ والأبواب عند العمل بالمواد ذات الرائحة النفاذة كذلك لابد من محافظة على نظافة وترتيب المكان بعد الانتهاء من العمل الفني في المنزل عزيزي الطلاب والطالبات لابد طبعا أنكم تقومون بتنفيذ هذه الأعمال مع وجود شخص آخر مثلا يكون ذو خبرة أو حتى لو إذا لم يكن ذو خبرة من أجل مساعدتكم في مثلا بعض الأدوات أو من أجل الحرص على السلامة أو في حال حصول أي شيء يكون في شخص قريب منكم يساعدكم على سبيل المثال بعض الأحيان الإنسان ينسى أن يفتح النافذة يستخدم بعض أنواع البخاخات أو الدهانات مما يسبب صداع أو يسبب مثلا حساسية أو تهيج الجهاز التنفسي قد يسبب تهيج لي العينين إذا لم يستخدم الكمامة لم يستخدم النظارة فحينا لابد موجود شخص آخر حتى ينتبه ويكون فيه أكثر من شخص يفتح النوافذ أو غيرها كذلك عزيزي الطلاب والطالبات من مهم جدا بالنسبة للطالب والطالبة ليكون عند الإنسان عند الطالب عند الطالبة حس المسؤولية عند استخدام بعض الأجهزة بعض المعدات أو استخدام بعض المواد لابد من مراعاة قواعد الأمن والسلامة لماذا؟ لأنه أحيانا ينسى الطالب والطالبة مثلا مسدس الغرس ساخن مشبوك في الكهرباء هذا يسبب خطر مثلا مسدس كهربائي ويسبب خطر الحريق كذلك قد ينسى مثلا الكاوية الخاصة بالحرق على الخشب أو الكاوية التي تعمل على الغاز ينساها مثلا لم يؤمن استوانة الغاز يغلقها جيدا أو لم يفصل الكهرباء عن مثل هذه الكاوية أيضا هذا يعرض المكان لخطر الحريق أو خطر الانفجار مثلا في حالة تسرب الغاز فلذلك دائما لابد على الطالب والطالبة من يكون عندهم حرص أو الحسبي المسئولية والحرص على استخدام أو اتباع كافة القواعد الخاصة بالسلامة في موضوعات الرسم وموضوعات التربية الفنية ومجالاتها المختلفة بهذا أعزائي الطلاب والطالبات نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وإلى أن نلتقيكم في درس قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته